أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه وأعلم أن لي قدرا سألقاه سألقاه وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباءته وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا وكنا نسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا بأن حدود دولتنا من الأقصى إلى الأقصى وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى وأن عروبتنا كانت تمتد إلى أقصى وأن عدونا صهيون له ذيل وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا وأجمع الطمر من بغداد في سوريا أسافر عبر مقدشيو إلى السودان أسافر عبر مقدشيو إلى لبنان وكنت أخبئ الألحان في صدري ووجداني بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر لم أبحر وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك لم أعبر أيا حكام أمتنا ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المقار منتظر سيأكل نعشة الحمق إذا للنوم ما خلدوا أيا حكام أمتنا ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله والتحد أيا حكام أمتنا ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد سيبقى الطفل في صدري يعاديكم تقسمنا على يدكم فتبت كل أيديكم أنا العربي لا أخجل أنا العربي لا أخجل ولدت بتونس الخضراء في عماني وعمري زاد عن ألف وأمي لم تزل تحبل أنا العربي لي في بغداد نخل وفي السودان شرياني أنا مصري مريتاني وشيبوتي وعماني مسيحي وسني وشيعي وكردي أنا لا أحفظ الأسماء والحكام إذ طرحل فلا السودان منقسم ولا الجولان محتل ولا لبنان منكسر يداول جرح منفردا أيا حكام أمتنا سيبقى الطفل في صدري وتبقى صوت ألحاني وتبقى صوت ألحاني وكل بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني مشاهدين في كل مكان سلام إليكم سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آخر الإسبوع كما تعودنا في هذا البرنامج أن نناقش القضايا الهامة التي تتفكون عليها أو تعقدونها أنتم على مواقع التواصل الاجتماعي أما عن هذه القضية في هذا اليوم فهي التي أثارت جدلا كبيرا على الساحة العربية والإقليمية والدولية أيضا الحدث الأول معنا في هذه الفقرة وهو التطبيع العربي الصهيوني الأمريكي مشاهدين الكرام التطبيع العربي الصهيوني كما نرى الآن على هذه الشاشة نقف عند هذا الأمر تطبيع الإمارات والبحرين مع الإسرائيل لكن السؤال السؤال مشاهدين الكرام ما هو معنى التطبيع في البداية التطبيع هو أن تكون هو أن تكون العلاقة بين الدول علاقة طبيعية بعد توطر أو بعد حرب أو بعد أمور قد يكون حدث فيها بعض الصراع فإلى أن تتحول العلاقات من هذا الصراع إلى علاقات طبيعية تماما أما عن أنواع التطبيع أو مجالات التطبيع فهي مختلفة فهناك المجال السياسي في التطبيع ما بين دولة ودولة وهناك المجال العسكري أن تتحدى الدولتان في القوة العسكرية وهناك أيضا مجالات أخرى منها المجالات الفنية والثقافية وإرسال سفراء لكل دولة من هذه الدول مشاهدين التطبيع العربي الأمريكي لم يأتي عبثا أبدا بل مر بعدة مراحل مختلفة أما في المرحلة الأولى فالتي كانت في عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في عام ألف وسبعمائة وتسعة ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين حينما وقع معاهدة السلام المعروفة بكامب ديفيد وكان وقت هذه المعاهدة حدث عداوة كبيرة للمصريين وتم أيضا طرد مصر من جامعة الدول العربية تحت هذا البند أو تحت هذا الأمر بعدها بأعوام في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين تم توقيع معاهدة أخرى وهي معاهدة وادي عربة والتي كانت بين الولايات المتحدة والأردن مشاهدين لم تكن هذه هي المرحلة النهائية في التطبيع العربي ولكن بعد ذلك جاء إلينا تطبيع جديد التطبيع الإماراتي البحريني والذي يقر في ذيله دولا أخرى قد تطبع مع الكيان الصهيوني علينا أن نعلم مشاهدين الكرام بأن التطبيع الإماراتي لم يأتي عابثا كما نرى لم يأتي عابثا ولكن التطبيع الإماراتي كان قبله هو دعوة رسمية للكيان الصهيوني بمشاهدين هذا هو هذه هي الاتفاقية التي وقعت ما بين دولة الإمارات وما بين الكيان الصهيوني برعاية أمريكية مشاهدين فقلنا أن هناك دعوة وجهت من دولة الإمارات في مؤتمر إكسبو دبي 2020 تحت رعاية هذا المؤتمر ثم بعد ذلك عقدت بعض اللقاءات ما بين المسؤولين الصهيوني والمسؤولين الإماراتيين أيضا في الغرائد الصهيونية تقول أيضا أن هناك لقاءات كانت من المفترض أن يتم إقراءها في مصر ما بين محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وما بين بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني مشاهدين كما نرى أيضا هذه هي الاتفاقيات السابقة التي وقعت بعد ذلك مشاهدين الكرام تم الإعلان الرسمي تم الإعلان الرسمي ما بين دولة الإمارات وما بين البحرين وما بين الكائن الصهيونية من جهة أخرى والولايات المتحدة الأمريكية مشاهدين تقال أن هناك دول عدة وقالت في ذلك وكالة البث العبرية أن هناك دول أخرى تريد أن تواصل مسيرة التطبع والتطبيع لكن هذه الدول لم تعرب صراحة عن هذا الأمر منها دولة السودان مشاهدين الكرام هذا التطبيع الذي وقع ما بين الدول العربية والكائن الصهيوني أثار جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا وما بين الجمهور العربي وكان من بين أبرز هؤلاء هو المذيع والإعلامي الفلسطيني علي صيام علي صيام قد قال القصيدة التي ألفها أمل دونكل وهي لا تبايع ولاقت قبولا واسعا حصلت على مشاهدات كبيرة جدا حوالي 250 ألف مشاهدة مشاهدين نرى هذه القصيدة من إلقاء علي صيام معنا الآن تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرطين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى هل يسير دمي بين عينيك ماء أتنسى ردائي الملطخ تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصد؟ إنها الحر قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الهرب لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو قيل رأس برأس أكل الرؤوس سواء أقلب الغريب كقلب أخيك عيناه عينا أخيك وحل تثساو يد سيفها كان لك بيد سيفها أذكلك سيقولون جئناك كي تحتنى الدم جئناك كن يا أمير الحكم سيقولون ها نحن أبناء عم قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك وغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم إلى أن يجيب العدم إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ مشاهدينك كان هذا مقطع للإعلام الفلسطيني علي الصيام يعبر فيه عن غضبه من تلك الاتفاقيات كان هذا هو الجزء الأول كما تعودنا أما عن الجزء الثاني في هذه الفقرة فهو مختلف تماما هو قصة مصرية جديدة نرويها كما تعودنا معا هذه القصة في هذا اليوم هي حارة اليهود الواقعة في حي الموسكي وتتبع الآن إلى حي الجمالية حارة اليهود ليست كما هي صغيرة الحجم لا ولكن هي تحتوي على 360 زقاق وشارع حارة اليهود أيضا كانت تتبع إلى مشيختين مختلفتين تبع الشياخة اليهودية مشاهدين الكرام في تقرير بسيط وصغير قامت به الزميلة الإعلامية صار سمير رصدت لنا حارة اليهود في هذا العصر وكيف يعيش المسلمون الآن فيها مع أخوتهم من المسيحيين نستعرض هذا التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى العبرية والعربية والإنجليزية ليست مجرد لوحة أو علامة مرورية كتب عليها اسم حارة اليهود بل هي جزء من التاريخ النصري الحديث كانت وما زالت هذه الحارة نموذجا لتعايش بين المسجد والكنيسة والمعبة أنا مودي 57 وعايش في حارة اليهود ومتربة مع اليهود وكانت العبادة عندنا ومالحد هم عندهم المساب حرام يستعملوا أي حاجة في شئتهم كنت بطلعاكم معاهم واشرب معاهم وعايشين مع بعض عادي ما فيش فرق وحاليا من ساعة ما مشي اليهود من سنة 69 احنا حاليا في حارة اليهود مسيحيين ومسلمين واحد ملامح يهودية في كل مكان بالحارة منها أيضا معبد موسى بن ميمون ومعبد باريو حاي الذي كان دارا للمناسبات اليهودية ونجمة داود اليهودية المنتشرة على بعض أبواب البيوت القديمة بالإضافة إلى الأودش الذي كانت تسكنه الجالية اليهودية قبل هجرتها لهذا المكان حارة اليهود مش مجرد حارة صغيرة ولأنها مساحة كبيرة جدا من الأرض تزيد مساحتها أو حجمها عن 360 زواء وحارة وأشهر معاليمها مدرسة الأهرام ومعبد السكاكين كمان أهمية الحارة اليهود أنها مكان مهم جدا بقرة اقتصادية مهمة جدا جدا للحالفيين حدوتة مصرية تستحق الحكاية وما رصدناه منها جزء ولا النهاية حارة اليهود التي ستأخذك من خلال أذقتها وشوارعها الضيقة إلى عصر وجود اليهود في مصر هذا البلد الذي اعتاد على إرساء دعائم الإخاء والتقارب بين الأديان فهو وطن يحتضن الجميع من محافظة القاهرة وبالتحديد من حارة اليهود سارة سمير ترجمة نانسي قنقر